افتتاحية العميد جار الله لكن يجب ان تعرف ان شعبك كان مشغولا بقياس ازياء نساء بينما شعبي كان مشغولا بقياس فهات المدافع والبنادق مقالة الزامي النازي ينطبق على العالمين العربي والاسلامي منذ العام 1948 وتكرس في العام 1956 اثناء العدوان الثلاثي على مصر حين ايقرن الاسرائيليون ان الدولة الوحيدة العظمى في العالم هي الولايات المتحدة الامريكية اذ ذلك لم ترفع التهديدات السوفيتية في وقف العدوان فيما اصدار بيان من رئيس الامريكي ايزنهاور كان كافيلا بوقف العمليات العسكرية وصحب قوات العدوان الثلاثي من ارض المعركة في المقابل تطل انقلابيون العرب ظهر القضية الفلسطينية بشعارات وبيانات وخطب ثورية فثورة عبد الناصر في العام 1952 قامت على اساس تحرير فلسطين ورمي اليهود في البحر وكذلك في العراق وسوريا وليبيا وغيرها من الدول التي وسمت زورا بالثورية كان الانقلابيون يتخذون القضية حجة للإطاحة بالانظمة الرأسمالية العميلة وبهذه الحجة قمعوا شعوبهم واطلقوا اللصوص يصيركون ثروات بلادهم في الوقت الذي كانت اسرائيل تعمل على التوسع كان داخل الاراضي المحتلة في العام 1948 أو تلك التي احتلت في العام 1967 وبدل من تحرير فلسطين قابلوا بعضها بالعودة إلى حدود الخامس من يونيو 1967 العرب والمسلمون الذين ارتضوا التنازل التدريجي عن فلسطين هبوا بعاصفة من بيانات الاستنكار والتنديد ضد القرار الأمريكي الأخير ونسوا أن العدو الأساسي لهم هو إسرائيل ولو كانت هناك قوى فلسطينية قادرة على مواجهتها لما جاء القرار الأمريكي النتيجة الطبيعية لتأثير القوى الصهيونية الفعالة في البلايات المتحدة من خلال منظمة آيباك وتأثيرها في الانتخابات الرئاسية التي لا يخر برنامج مرشح من تأكيد التحالف مع تل أبيب وزيادة المساعدات بل هناك قانون أقاره الكونغرس في العام 1995 يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ويقر نقل السفارة الأمريكية إليها وكل هذا نتيجة الخوف الأمريكي من القوى اليهودية التي لديه القدرة على إسقاط رؤساء كما جرى مع ريتشارد نيكسن واغتيالهم والمثال على ذلك جون كيندي فيما لم يحاول المسلمون إنشاء لعبي لهم في واشنطن طول العقود السابع الماضية حاول الرؤساء الأمريكيون شراء ود إسرائيل بشطة طرق على حساب العالمين العربي والإسلامي وقدموا أمنها على أي مصلحة أخرى لهم وآخرهم أوباما الذي تبنى المشروع الصهيوني بالكامل المسمى الفوضى الخلاقة وما نتج عنه من ربيع عربي إضافة إلى إصراره على الاتفاق مع الإيرانيين الذي تم بتشجيع إسرائيلي لأن ذلك سعد طهران على التوسع في أعمالها الإرهابية في الدول العربية وهو ما ترى فيه تل أبيب سياسة ناجحة تصب في مصلحتها على قاعدة فخار كسر بعضو أي أن يقاتل المسلمون بعضهم بعضا فيما يجري الأعداد لإعلان دولة اليهودية وتنعم إسرائيل بالسلام في تاريخ القضية الفلسطينية محطتان بارزتان كان لهم التأثير الأهم من كل المؤتمرات والبيانات والمفاوضات وهي انتفاضة عام 1987 التي أدت إلى فرط توقيع اتفاق أسلو وأعلان السلطة الوطنية الفلسطينية وانتفاضة الأقصى في العام 2000 التي فردت على إسرائيل التراجع عن كل ما اتخذته من إجراءات فيما يتعلق بالأقصى أما غير ذلك فلم يكن له أي تأثير أخيرا علينا أن نعرف أن قوة إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية سببها خيبة العرب والمسلمين في التعاطي مع هذه الدولة الكبرى ففي الوقت الذي اكتفى العرب والمسلمون بشاتم أمريكا وحرق أعلامها تعمل إسرائيل بهدوء على تعزيز قوة اللوبي الصهيوني في أمريكا وغيرها وتتوسع بقوتها إلى درجة بطنة نرى فيها أن شعر من اليهود في البحر يطبق حاليا على العرب ولا استبعد أن تكون زوارق الهاربين من جحيم الحروب العربية إلى أوروبا هي البداية ترجمة نانسي قنقر